طيب تعالي بقى يا نوانت يا كريم نروح دلوقتي نتكلم يعني عن الفريق أو طبعا خلينا نقولها كده كل فريق كان متقلق في الماتش لكن ما تنساش برضو يعني الفريق كله حبيينه بس أنا فيه اتنين كده بالنسبة لي افضل اتنين انا بصراحة شفت برونو سافيو اللمسات بتاعته كانت ما تتنسيش تاني حرجع أقول صفقة محترمة جدا من داي وان وإحنا بنقول يا جماعة احنا حنحكم على اللعيبة أو على الصفقات في الملعب لأن تاني النادي الأهل ما يعملش صفقات بالعدد احنا بنعمل في المراكز اللي احنا عايزينها ففعلا لما سافيو في المباراة كانت اكثر من رائعة ومجهود الشناوي التاني أنا حتكلم انه هو بجد قدم مباراة اكثر من رائع زي ما يتقال عليه كده سد الأهل المنيع يعني بجد وسافيو اطلق عليها بالمناسبة الساحر يعني لا اعتقد هما الاتنين سهموا في التتويق بلقب السوبر المصري وبزداد الشناوي كمان بعد التقلق وخروجه بشباك نظيفة انت بتشوف تاني اللعيبة بتاعتك بالحالة بتاعتها الطبيعية هو ده الشناوي اللي احنا نعرفه كريم هو ده محمد الشناوي فما فيش مشكلة تاني حنرجع لقول نادي الأهلي على فكرة ما كانش أصلا وقع أو اتقصر أو لا هو النادي الأهلي تعثر موسم موسم ونص قول التين وخلاص الموضوع عدى وده بيحصل في العالم كله فاللي احنا شوفناه ده شيء اعتقد محترم نبني بقى عليه يعني عايزين بقى ايه نبني عليه ما نفرح طبعا هنفرح لو انت زي ما احنا قلنا بس مش عايزين نفرح وخلاص عايزين نفرح ونتمنى المزيد ونطلب المزيد بإذن الله لسه عددنا متشاط كثيرة جدا لسه مشوار طويل طبعا يعني بالمناسبة صفحة النادي الأهلي الرسمية عبر تويتر وجهت رسالة إلى ثنائي الفريق وكتبت على صورة برونو سافيو الساحر وعلى صورة محمد الشناوي سد النادي الأهلي المنيع طبعا سافيو احرص هذا تقدم النادي الأهلي في شباك الزمالك وساهم في التتويق بهذا اللقب فيما ساهم الشناوي في التتويق بلقب السوفر المصري بعد التقلق وبعد الخروج بشباك نظيفة وده المعتاد من طبعا الشناوي